عبدالله السعيد لعب الزمالك الجديد اللي احنا عارفينه دائما بيتقلق في اول لقاء يعني لي مع اي نادي يلعب فيه قدام الاهلي زي ما حصل مع بيرميد لما كان بيلعب مع النادي الاهلي وفاز وقتها بيرميد هل ممكن يكون عبدالله السعيد هو فرس ارهان في كاس مصر لنادي الزمالك؟ والله هم في الزمالك بيأملوا في ده لكن لا يمكن لنادي بحجم نادي الزمالك ان يتعلق يعني طموحه واماله باقدام لعب ايا ما يكون اللعب لكن نقول اضافة نقول اضافة نقول انه موجود نقول انه موجود نقول عبدالله السعيد قيمة طبعا قيمة لكن فكرة ان انت تختزل الزمالك وما لا تقول ايه لش كباله وزيزه وميزه وكذا يعني لا يعني المسألة ما تجيش كده خالص لا هو طبعا ما ينفعش ميزه ولا زيزه ولا الكلام يبقى هو محور الامل اللي انت حطه على لعبتك لا طبعا وعلى فكرة عشان كده الجماعية الاداء وبرضو توزيع الالقاب وان ده المنقذ وده كذا وده كذا وده فرص الرهان ما هو ده ده بيفسد الفرق يعني المفروض النادي الاهلي مثلا احنا بنقول في ميزة ان هو عنده فريقين جاهزين ممكن لعيب ينزل انت مش متوقع يعني كريم فؤاد مثلا كل فترة بيلعب ماتش بينزل ما شاء الله يعني ربنا يحميه عشر على عشر ليه لان هو جاهز ومستعد ومستنفر مستنى الوردر مستنى الوردر فاحنا بنقول ده لكل اللعيبة اللي بتعترض على قرارات المدير الفني لا انت شغلك انك تتمرن وتبزل اقصى جهد وتستنى الاستدعاء بقى ما هو ما فاش سليم عيوب ادارة على ذكر حسام حسن اخر حاجة وابراهيم حسن هم كانوا في ليلة ملهاش حل حين استبعد كابت صالح سليم رحمة الله عليه وكابت حسن حمدي فريقا كاملا سوبر نجوم فيها زهب كتيبة من شباب الاهلي مزين باحمد شبير اللي هو كان بعد اكرامي وكتابة البطر رحمة الله عليه بس يا دوب صاحب الخبرة الوحيد ومنهم التوأم فيجيدوا امام الزمالك ويفوزوا بس عايز ارجع لزيزو يعني في كلام عن تراجع مستوى زيزو في الفترة الاخيرة هل ده هيأثر على فريق الزمالك مية في المية طبعا زيزو كلاعب اساسي ومحوري جدا في اداء نادي الزمالك لكن الكلام على ايه انه حتى لو زيزو مش في حالته الطبيعية اللي حواليه دول ايه من اللعيبة اللي موجودة دي نفس المنطق يا سيدة انجي انه انا ما ينفعش ابني توفيقي في مباراة معينة فقط على لاعب دي مسألة المفروض يعني المدير الفني ما يبقاش حطت دي اساسية بالنسبة له يعني لو عمل كده طب افرد اللعيب ده مش في حالته طب افرد فنيا السيطر عليه من رقابة مثل فردية خلاص قضوا على فعالية زيزو خلاص نقف الفرقة تقف لأ المفروض اعلان الاخراني بتاع نادي الزمالك جابوا فيه مثلا الشيكبالة بس ما جابوش فيه زيزو وعبدالله سعيد ايه ما جابوش زيزو برضو يعني زيزو نجم طبعا زيزو نجم دي حاجة برضو من الحاجات اللي كان دايما يخلوا جمهور الزمالك زعلاني يفكروا ان الاعلانات دي حاجة كده زي يعني زي اللي بيسموه ايه زي العالم يعني في سبعينات القرن الماضي لما كان فيه الكتلة الشرقية ها اللي هو يعني الاعلانات تتوزع على كل الاندية الاعلانات يا جماعة مقابل جمهورية وحد بيعلن عن سيلا عايز يروح للأهم بالنسبة له على قل وبالنسبة الفريق عامله اصد تزيزو برضو نجم كبير يعني وعنده جمهورية كبيرة جدا فتا لما تيجي ناس تعلن من شركاء كرعاء وممكن يكونه زمالكواية ازاي استبعده زيزو ازاي بقى ده قرار خاطئ جدا زيزو من اشعر وابرز نجوم زي عايوب ادارة استاذة انجي بينما انا كنت جاب لك قبر لطيف انه الخمسين الف دولار بتاعت احسن لعب يدرس الان في النادي الاهلي ان يخرج كابتن الفريق شناوي والذي يليه روامي وكذا مع كابت خالد بيبو بقناعة اللاعبين ليعلن ان الخمسين الف احسن لعب اذا كانت حمراء فيكون فريق الاهلي وليس لعبا بعينه هو ده الموضوع بقى لعبا من نفسها اترماله مكارتي مش انت بقى لتخد انت قرار حدش بقى يلعب بقى مع نفسه ولا ايه بقى هو نجمه ولا عمد لجريج في الليلة دي وشجعه مصطفى شبير اول لقاء قمة ليه اخبار بمناسبة كلامك عن احمد شبير انا حاسس ان مصطفى هيزبقك كابتن احمد يعني فعلا احمد اشرت عمر يعني صديقنا كلنا كابتن احمد شبير اه طبعا لا وايشت عمر طويلة اما انا بجد بجد يعني مصطفى يعني انا من اول يوم تولد كنت مع احمد في المستشفى بالفعل مصطفى هيزبق احمد مصطفى عنده حاجة كانت ناقصة كابتن احمد ممكن حد يعصابه شوي حتى في اللعب مصطفى عنده ما شاء الله سبات انفعال كم من السبات الانفعال والتلج يحتاجه حارس المرمى اكتر من اي لعب في الفريق حتى مع خطأه هو اللي ما بيستناش حد يقوله ايه ولا يهمك هو اللي بيقولهم ولا يهمك وما تغلطوا بس ينجازوا يا الله نلعب عارفوا الطريقة دي طريقة محترف بدليل هو نجاحه حتى الآن بالضبط محترف قادم وطريقته في كرات صعبة جدا انه ماخدش حتة كده مع انها من حقه اللي هو يرى اعمل اللقطة بعده بيصد لا 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 لكنه بيشتغل طيب وثام ابو علي مهاجم الاهر لا وثام الهو دلوقتي مصاب حتى زي اللحظة احنا مش عارفين هو هيسافر ولا مش هيسافر في اخبار هيسافر لانه يمكن يبقى تحت الالاج ويبقى موجود معهم ممكن يبقى اصابها بسيطة لكن هي الفكرة انه ظهوره وثام ابو علي وتقلقه في الماتشات اللي لعبها سواء الودية او الماتش الرسمي اللي هو لعبه لا 100% مكسب في هذا المكان الذي يعاني اللي هو راس الحرب راس الحرية ده دي فيه مشكلة في النادي الاهلي لدرجة انه كان الاستعانة بكهرباء في هذا المركز هو مش مكان كهرباء يعني كده الاهلي هيخسروا في الماتش ده طب اللي هيعوضوا من مودست ولا كهرباء هو الراجل بقى ممكن كهرباء طبعا يخش وممكن الراجل هو اخذ من ده على اعتبار ان السيد جوزير لسه جديد والراجل هو اخذ من ده برضه انه يعتبر ايه قنبل الدخان لمنافسه انه الراجل كده لو كان مركز معه يلعب بمين هو الراجل كده مش عارف كان هلعبه بمين يعني هو اخذ منه كمان اهيوه فعالية مهمة لانه هو ما يعلنش التشكيل اللي في اخر لحظة عشان كده اخر ميران ليه يكون بكرة ان شاء الله ثم السفر وميران واحد وحايدان بقى موقف يعني ممكن تبقى المفاجأة انه بيرسيتاو هو اللي هيبقى مهاجم؟ وارد جدا وارد مودست وارد كهرباء لانه التقارير الطبية اذا كانت مش منورة صعب انه يلعب الراجل وسام الا دقائق اذا اتم البرنامج الالاجي على العضل الغنسي ولو مش محتاجه ومايش البداية اهيوه حتى لا يفقده